انتقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي الانتقائية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع ما يحدث في غزة وظفة الغربية وفي كلمته أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين شدد وزير الخارجية على ضرورة تكاتف الأطراف الفاعلة من أجل الوقوف الفوري لإطلاق النار وإتاحة النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية كما أشار إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان الذي يجر المنطقة إلى مخاطر الانزلاق إلى حرب شاملة وهو ما طالما حذرت منه مصر وأدانته كما شدد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لإصلاح وتطوير وتعزيز دور المنظمات والمؤسسات الدولية فضلا عن إصلاح الهيكل المالي العالمي معربا عن تطلعه لأن تقوم مجموعة العشرين بدور إيجابي في عملية تطوير أسليب عمل المؤسسات الاقتصادية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمكينها من دعم الدول النامية في احتواء الأثار التراكمية للأزمات الدولية المتعاقبة اشتركوا في القناة